التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس إدارة شركة غريت وول موتورز الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات جاك ويل واخذ للقاء أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام مصر بتوطين صناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية أو الهايبرد مؤكدا أن الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ هذه النوعية من السيارات في مصر مشيرا إلى أن لدى القاهرة مجموعة من الحوافز والإعفاءات التي يتم تقديمها لمن يتيح هذه النوعية من السيارات من جانبه أوضح رئيس الشركة الصينية أنهم سيعتمدون على مصر ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجات السيارات بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي تمثل حافزا مهما لتشجيع التصدير منها